اهلا بكم الى الحدث العراقي مكره كاكا لا بطل برزاني يقاطع كاركوك سياسيا وقوميا بعد الموازنة رئيس حكومة الاقليم يقول بغداد لنا ايضا مدينة عائمة على الذهب الاسود الزبير عين تلمى وعين تدمع في البرلمان هوسا للميديا وفي الشارع هوسا ورسالة ولقاء خاص جدا في هاشتاق الحدث العراقي اهلا بكم في الحدث العراقي بعد انزال علم الاقليم عن مبنى المحافظة فيها في السادس عشر من اكتوبر الماضي اعلن مسعود برزاني مقاطعة الانتخابات البرلمانية في كاركوك حصرا وبعد تعثر الموازنة شهرين تقريبا خرجت اخيرا الى النور فهنأ العباد العراقيين باقرارها الا ان الكرد توجه الى الحكومة المركزية ولسان رئيس حكومة الاقليم يقول بغداد لنا ايضا من خلال هذه الكلمات ناجيرفان يمد يده الى الحوار مع بغداد ربما على امل استعادة الكثير من الموازنة والقليل من كاركوك فهل كسرت كاركوك شوكة البرزانيين؟ للمرة الاولى بعد 14 عاما من هيمنة الاكراد عليها خلت قدس اقليم كردستان من شعارات وصور تمجد الرئيس السابق للاقليم مسعود برزاني وحزبه الديمقراطي الكردستاني الزعيم الكردي الذي حول حلم الاكراد في دولة مستقلة الى كابوس يقض مضاجع الاكراد فيها كما يرى مراقبون بعد الانسحاب المفاجئ لقوات البيشمرقة وانسحاب قادة الحزب من المدينة بعد ان كانت حتى تشرين الاول الماضي تخضع لسيطرة وادارة كردية طوال سنوات اعقب السقوط نظام البعث في العراق تعود كاركوك العلامة الفارقة في تاريخها من جديد لحكم بغداد حكم عربي انصح التعبير تداعيات انسحاب البيشمرقة واغلاق مقرات حزب برزاني لم تتوقف في المدينة المقبلة على انتخابات لطالما حصد الاكراد اصواتها على مدى اعوام اليوم من سيتقاسم حكم كاركوك بعد اعلان برزاني الانسحاب منها ميدانيا وانتخابيا معتبرا المحافظة تخضع للاحتلال يقال ان هذه الارض الغنية بالنفض قضت على حلم برزاني السياسي فهو الذي لم يحصد منها الا خيبات امل ادت الى ردات فعل لم يتوقعها احد من كاركوك ماجد حميد قال للحدث العراقي ان الانتخابات المقبلة ستكون غير عادلة وبلا شفافية معنا من بغداد القيادي والمرشح عن الحزب الديموقراطي الكردستاني النائب في البرلمان العراقي محسن السعدون اهلا بك استاذ محسن قبل ان نبدأ هذه الفقرة نبدأ حوارنا نتوقف مع ما قاله النائب والمرشح عن جبهة تركمان كاركوك حسن التوران ونعود اليك مشكلة كاركوك لن تحل بصفقة بين بغداد واربيل جربت الحكومات المتعاقبة بعد 2003 هذا الاسلوب وفشل الحل الوحيد ان يتوافق اهل كاركوك على نموذج يتعايشون بكاركوك بيوي ام قانون الانتخابات المحلية اثبت ان مكونات كاركوك قادرة على ايجاد حلول استاذ محسن اذا يقول حسن توران بان مشكلة كاركوك لن تحل بصفقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم وانما عن طريق ايجاد اهلها لصيغة تعايش هل توافق على هذا الرأي؟ مساء الخير مساء النور انا الحقيقة العنوان العنوان انا غير مرشح في الانتخابات القادمة ولكن مشارك في كل القوانين التي صدرت سابقا بالنسبة لكاركوك دعيني اوضح بعض المقدمات لموضوع كاركوك بالنسبة لكردستان وبالنسبة للكراد الحوار والموضوع المهم في الثورة الكردية في الستينات القرن والماضي كلها كانت المطالبة والهدف كان يعني هو انه كاركوك هو جزء لا يتجزع من كردستان باعتبارات كثيرة اولا كل الاحصاءات الدولية التاريخية منذ التاريخ 100 سنة تشير بانه نسبة الاكراد في كاركوك هي الاكثرية ونحن نطالب دائما بانه احصاء عام 57 احصاء في هذا الوقت لم يكن هناك لا حكومة اتحادية ولا حكومات عسكرية ولا كان نظام ملكي استاذ محسن الوقت نعم الوقت ضيق لشرح كل ذلك نعم نعم حتى اوضح لك المقدمة بدأ التعريب بعد الواحد والستين وبقى كاركوك هو المحور الحوار الآن التغيرات التي حصلت بعد تغيير النظام في العراق اصبح نظام اتحادي دستوري تم التوافق عليه وتم التصويت عليه من قبل كل الشعب العراقي بانه موضوع كاركوك موضوع دستوري يلجأ اليه بمفق المادة 140 والعاليات الموجودة في المادة 140 تطبق على كاركوك مهما طال الزمن ومهما كانت هناك تغيرات مفاجئة حصلت هنا وهناك ولكن المرجع في كاركوك هو للدستور وللمادة 140 صحيح التوافق نحن مع التوافق ولكن نحن لا نقول بأنه نحن يجب أن تكون كاركوك كلها كردية لا نحن نؤمن بأن هناك مكونات في كاركوك الأخوة تركمان طيب استيس محسن نعم هذه النقطة وضحت إذا كانت كاركوك مهمة لهذه الدرجة بالنسبة للأكراد لماذا مع العلم بأنها تشارك في الانتخابات المحلية للمرة الأولى منذ 2003 قاطعتم هذه الانتخابات هل تعتبره قرارا صائبا لا أنا حتى توضح الأمر بصورة جلية يعني انتخابات كاركوك نحن كنا نطالب دائما أن تجري انتخابات والأطراف الأخرى العربية التركمانية كان طيل السنوات الماضية تمنع لإجراء الانتخابات الخاصة لانتخابات مجالس المحافظات نحن في الحزب الديموقراطي الكردستاني الوحيدين الآن مقاطعين لعملية الانتخابات في كاركوك سواء البرلمانية أو المجلس المحافظة باعتبار بأنه تم السيطرة على كاركوك في غفلة من الزمن وبطريقة غير صحيحة وبتعاون مع كل الأسف بعد الأطراف الكردية في بوضوع كاركوك ونحن لذلك هذا ما نقبل نشارك في كاركوك وكاركوك أصبحت في هذه الحالة البعض يقول أستاذ محسن نعم قلتم بأنكم لن تشاركوا في منطقة تخضع للاحتلال ولكن البعض الآخر يقول بأن رئيس مسعود بارزاني استشعر خسارتكم في كاركوك ولذلك انسحب من الانتخابات منها بالعكس الآن لو تجري استطلاع لتجدين بأنه بين أبناء كاركوك يعني بين أبناء محافظة كاركوك ومن الأكراد تجد بأنه الأكثرية الشعبية والي هو لسيد مسعود البرزاني باحتبار كان موقفه صارم وصادق مع أبناء كاركوك ومن حتى مع مكونات كاركوك اللي حصل الآن هو شيء وقتي الأمور ما تبقى هكذا في كاركوك كاركوك ترجع إلى حقيقتها التاريخية والدستورية والانتخابات القادمة اللي يشاركون فيها فهذا ممكن بعض الأحزاب هي تشعر بأنه تريد أن تسجل مقعد أكثر في البرلمان العراقي لقضايا انتخابية نحن في الحزب الديمقراطي الكردستاني قاطعنا الانتخابات في كاركوك احتجاجا ما حصل لكاركوك وفي الوقع الغير طبيعي سيد محسن بعدما حصل أمس إضافة إلى موضوع كاركوك طبعا مسعود برزاني دعا إلى مقاطعة الانتخابات وأيضا العملية السياسية برمتها ولكن رأينا بالأمس بأن رئيس حكومة أقليم كردستان ناجرفان برزاني قال بأن بغداد لنا أيضا ماذا نفهم من ذلك؟ هل هناك انقسام بالديمقراطي الكردستاني؟ أم هناك تقسيم للأدوار فيما بينهم؟ لا هو الآن الحكومة أقليم كردستان السيد رئيس الحكومة هو سيد نيتشيرفان برزاني وكل الصلاحيات من هيئة الرئاسة الأقليم تحولت إلى سيد نيتشيرفان برزاني السيد رئيس الأقليم سيد مسعود البرزاني الآن هو رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ولكن انت تعرفين بأنه الحزب الديمقراطي الكردستاني له مساعة كبيرة في كردستان فلذلك عندما يسرح هو تصريحه بهذا المكان أما سيد رئيس حكومة أقليم كردستان نيتشيرفان برزاني يريد أن لا يقطع كل الخطوات التي حصلت ننتظر يعني يعني هو تقسم للأدوار أكثر ما هو انقسام داخل الحزب لا هو ليس هناك انقسام داخل الحزب وإنما هذا رأي حكومي وأكو رأي حزب رأي الحكومي بأنه يجب أن نستمر في التطبيقات الدستورية ورأي الحزب بأنه إذا أخذوا بيه الأحزاب الكردية الأخرى بأنه يجب أن تكون هناك مقاطعة نحن في الحزب الديمقراطي لا نستطيع أن ننفرد بالمقاطعة إذا لم يكون هناك رأي للقوى السياسية في كردستان توضحت الصورة القيادية في الحزب الديمقراطي الكردستاني أنه في البرلمان العراقي محسن السعدون حدثنا من بغداد شكرا لك في الحدث العراقي بعد قليل القضاء الأغنى في العراق سكانه بلا كهرباء ولا ماء ولا رصيف ومستشفى واحد أهلا بكم من جديد وإلى هاشتاغ الحدث العراقي مع زميلة عروب عروب ماذا لديك اليوم؟ مرحبا كريستيان هذه ليست المرة الأولى التي يتصابق فيها النواب وأعضاء البرلمان من أجل إلقاء كلمة على منبر المؤتمرات الصحفية في البرلمان فبعد إقرار مشروع قانون الموازنة تدافع النواب على المنبر لإعلان التصويت على الموازنة هوسة غير مبررة حسب ما يقول العراقيون فيها دعاية انتخابية أود أن أشكر كل أعضاء اللجنة المالية نعم هل تحتيها حتى بالموصلين؟ يلا أوكي يالي بحتي بالعربي؟ يالي بحتي بالعربي؟ إذا أحتي بالمجمل الشارع؟ دقيقة وحد يحتي بالكردي وحد يحتي بالعربي عشرة يحتيون لا 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 يحتي بالعربي فيما يخص بالتأكيد نشكر اللجنة المالية والدكتور محمد تميم وجميع الزملاء ما زلنا في هاشتاغ الحدث العراقي وبعدما كثر الحديث عن سعي حيدر العبادي إلى ولاية ثانية خبر على ذمة منصات التواصل الاجتماعي يقول هذا الخبر أن نقاشا أو خلافا يدور في أروقة ائتلاف الفتح فبينما يسعى هادي العامري إلى منصب رئاسة الوزراء يؤكد الائتلاف أن خياره هو عادل عبد المهدي بكل الأحوال فإذا الحديث سابق لأوانه كما يقول محللون سياسيون وفي سؤالنا عبر صفحتنا في تويتر وفيسبوك سألنا ما هو القضاء الأغنى من حيث الموارد والأفقر من حيث الخدمات الملفت أن العراقيين الذين يستخدمون تويتر أخطأوا الإجابة بينما فاز كل الفيسبوكيون أبدأ بالتخريدات على تويتر فقال هذا المغرد إجابته كانت المحافظات الشرقية هي الأشد فقرا بالنسبة له وآخر قال أن الإجابة هي قضاء القرنة أو القرنة في محافظة البصرة أما هذا المغرد فقال منطقة مجنون بالعمارة بمحافظة ميسان أما حيدر فقال بأن قضاء الزبير لأن به أكبر الحقول النفطية هذا الرأي كان على الفيسبوك وأيضا رياض اتفق على الإجابة وقال الزبير هذا كان كل شيء كريستيا أعود إليك شكرا لك عروب وصلت ميزانية العراق إلى أكثر من 85 مليار دولار يصدر أكثر من 3 ملايين و 800 برميل نفط يوميا ينتج قضاء الزبير جنوب البصرة منها مليوني برميل من 6 حقول نفطية غير أن أهلها بلا كهرباء ولا ماء ولا رصيف ومستشفى واحد وربما مدرسة بلا شبابك أكثر من نصف إنتاج العراق من النفط الخام والبالغ 4 ملايين برميل يوميا ينفرد بإنتاجه قضاء الزبير حقول القضاء النفطية الستة ينعم بخيراتها كل العراقيين من شمالهم إلى جنوبهم ومن شرقهم إلى غربهم إلا أنها شحت على الزبيريين ولم تخلف لهم سوى الأمراض والأوبئة وعدد لا يتوقف من المصابين بالسرطان لا تنتهي مشاكل القضاء عند تأثير الأبخرة والغازات السامة التي تلفحها في وجوههم مشاعر الشركات الأجنبية بل تمتد إلى الخدمات والبنى التحتية مناطق سكنية بلا ماء ولا شوارع ولا أرصف ومستشفى وحيد لا يداوي جراح ربع الزبيريين لم تنتهي الأزمة بعد فالزراعة تدهورت واختفى أكثر من نصف المزارع خلال السنوات الأربع عشرة الماضية لتصل إلى 2500 مزرعة من أصل سبعة آلاف تحت أقدام الزبيريين تجري أنهار من الغاز والذهب الأسود تكفي لتجعلهم أسعد سكان الأرض إلا أن هذه النعمة مفقودة وأصبحت نقمة عليهم قسمة غير عادلة فرضتها الأنظمة كل الأنظمة نظام صدام ومن أتى بعده حتى أصبحت الزبير عينا من ذهب وعينا من حطب وفي فقرة ناخبون ينضم إلينا من البصرة الناشط المدني عبود الطائي أهلا بك سيد عبود إلى الحدث العراقي إذن كما سمعنا في التقرير فإن أكثر من نصف إنتاج النفط العراقي هو من الزبير برأيكم لماذا برغم ذلك كل هذا الشح في الخدمات فيها أولا شكرا ستمايا على هذه الدعوة وشكرا للبرنامج على هذا اللقاء الذي تحنى الفرصة لأن نتعرض إلى أهمية العراق باعتبارها مصدر من مصادر الطاقة وأهمية العراق نابعة من أهمية البصرة وأهمية البصرة متأتية من أهمية قضاء الزوار قضاء الزوار الذي اتفضلت به هو تقريبا ثلاث مساحة البصرة وأيضا يشمن على منفذين منفذ حدود الذي هو منفذ سفوان وأيضا منفذ مقصر البحري المنفذ الوحيد للعراق أستاذ عبود أنا أعتذر على المقاطعة الوقت جدا ضيق فقط لو تقول لنا من المسؤول عن عدم وجود خدمات في هذه أو هذا القضاء الغني إلى هذه الدرجة والله الحقيقة أكو مقولة قد سمعونها أو سامعينها أنا برأيي هذا أينما توجد الثروات توجد اللصوص وأيضا يوجد السراق ويوجد الحراس لكن ما نؤتي منه على هذه الثروات والحراس المسؤولين عنها من انتخبهم الشعب ليمثلوه لحد الآن لعدنا الزمر اللي تنقسم إلى مجموعة من العملاء بصناعة أمريكية جاءوا العراق بعد 2003 وكذلك مجموعة من الذيول التابعة لهم ومافيات فساد استطاعوا صناعتها في تلك الفترة هؤلاء جميعا أسهموا في استهداف نعم وضحت هذه الفكرة دعنا نستطلع أراء أهالي البصرة إذ أن كاميرا الحدث العراقي سألتهم نسبة الإنتاج من مدينة الزبير ما يقارب 68% من الإنتاج الاتحادي على مستوى الحكومة الاتحادية يعني اليوم نشوف الكثير من فعاليات النفطية أصبحت في مدينة الزبير على حساب المساحات الخضراء والأراضي الزراعية اللي تم تعويض الكثير من الفلاحيين من قبل الشركة نفط الجنوب ولكن اليوم اللي خسرناه خسرناه المساحات الخضراء ليش يعني البصر مستفاد يعني بس يتحملين الدخان والنار والأمراض والخير يروح لغيرنا هاي يجونوا بشرقاسي كلها جاي تنجي نالي يستثمروا ننفط عندنا بالبصرة ووظائف شعودهم والبن البصرة ما يوظفونه وعندنا الشعيب وعندنا كل شي بالبصرة موجود بس ما حد نهتم للبصرة ليش؟ اللي يجون نجون موطني كلهم بياناتهم حصتك وحصتي وكلها ساكتة وطايح بيها من الخائبة على قوتهم الفقير استاذ محسن لماذا فقط يتم توظيف الأجانب كما قال البصريون أو تحتدان الزبيريون نعم البصرة مستهدفة والعراق مستهدف مثل ما تفضلتي بسؤالك الآن مستهدف ثقة الإنسان بنفسه ثقة بثرواته ثرواته إيمانه بإرادة على التغيير فبالتالي اللي حدث أنه المفروض أبسط شيء يحصلون عليه للبصرة هو أن يجدون وظائف في تلك الشركات المحيطة بهم لا يحيط بهم إلا الدخان إلا مشاعر الغاز إلا كل ما تنتجهه المعامل البصرة فيها زراعة أيضا في نفسه قضاء الزبير وهناك موارد كبيرة لأن تجعل من هذا القضاء مثل ما تفضلت بالتقرير من أفضل بقاء العالم لكن المسؤول عن هذا اللي هو مسؤول عن توزيع الثروة اللي هو بيد السلطة نعم أستاذ عبود أنا أعتذر منك ولكن انتهى وقت هذه المقابلة أشكرك جزيلا شكر من البصرة النشط المدني عبود الطائر كنت معنا على حدث العراقي شكرا لك ونبقى الآن مشاهدين مع فقرة شكر العراق الوجه الحلو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة